نتمنى ده بإذن الله تعالى وزي ما تعودتوا ضربة البداية مع مقالي ومقاله قنابل الدخان وبص العصفورة إيه الحكاية لا شوشرة عايشين شوشرة غير مسبوقة وأصبحت استراتيجية يعني أنت فاكر فيلم السفيرة عزيزة لما كان الفنانة عدل كاسب عايز يطلع يقدب عبد المنعم إبراهيم وعارف أنه مبلغ له المخبرين والمباعث فافتع الخناءة في الشارع فأنت عملت حالة من الشغب والدوشة هنا بس الهدف بتاعك في حتة تانية هو ده ما يحدث للكرة مصرية في كل شوية حد عايز يمرر غرض خاص يدول القضية ويعمل لك نوع من الضغوط وشوشرة أكثرها يعني وضوحا وغرابة ما يحدث فيه موضوع القرعة بتاع كاسب مصر الأهلي مش طرف يعني ولا يعنيه هو الكاسب مصر يسفل عن إيه لأنه لقب السنين الفيونسة مخلص مبارح ماتش ضد بيراميدز في الكاس بتاع الموسم الماضي اللي محدش وقتها أشار إلى أن مع أن القواعد لم تتغير من عشر اتناشر سنة لكن شمعنا دلوقتي لأن فيه زرف يستحق أنك أنت قم بلت الدخان وبص العصفورة لحد ما نمرر بس الحقيقة اللي بدايين يعني يستدرج عندها في وضع مش منتبهين اللي إنه لمصلحة ناس تانية وده الكلام الخطير جداً اللي قلتلكم بالبداية السريالية اللي المهندس عادلي قالها هنحاول في بقية الفقرات الكشفة عن بعض التفاصيل اللي وراء هذه الشخضيات الهدف منها إلقاء قنابل الدخان عشان تبص على العصفورة وتلاقي المشكلة في سكة تانية خالص السكة التانية خالص هنحاول نوضحها معاكم بعد الفاصل